السلام عليكم معكم سارة في المطبخ اليوم بنا نعمل حالة رائع وكتير لذيذ بتحضر معنا بضقيقتين والأحلى من هيك انه بس بثلاث مكونات ومثل ما عودتكم دايما بس نقول ثلاث مكونات يعني عجد ثلاث مكونات كليته على بعضه هالحالة كتير لذيذ هنعمل حالة طبقات نوتلا بالكاسات حالة جدا لذيذ وسهل بيبايد الوج قدام العائلة وقدام الديو ما حطول أكتر من هيك خلونا دغري مبلش اول شي بنبدأ بتحضير الطبقة الكريمية عندي هون علبتان من الأشطة فيكن تستعملوا اي نوع متوفر عندكن للأشطة لعلب الوحدة وزنة 170 جرام بنحط علب الأشطة بالوعائية اللي بدنا نخلط فيه المكونات مع بعضهم متل ما قلت قبل فيكن تستعملوا اي نوع أشطة متوفر عندكن المهم هون هو الوزن بعد ما نحط الأشطة بالكامل بالوعاء بتضيف عليهم 3 ملاعق كبار مليانين خلت ملاعق تكون مليانة من النتالا أو أي شوكولات قابلة للدهن بس قبل ما ضيفة على الأشطة دوبت على نار كتير خفيفة بس تتدوب بشكل خفيف كريمليس هالخلطة مع الأشطة لأنه إذا دغري ضفناها وهي مجمدة صعب تنخلط وما حنحصل على قوام كريمي جاهز ضغري إنه نحطه بالكاسات كريملي هيك بدوبة شوي بس أهم شي ما تشده علي على النار لأنه بتصير بتشد وما بتعود صالحة للاستعمال أنا بحطه نتالا بطنجرة أو مقلية صغيرة على نار كتير هادية بس بسواني المهم تاخد هيك شوية دوبان خفيف وبضلني عم حركة ولحالة بتدوب متل ما شايفين ومنضيفة على الأشطة ومنخلط حتى نحصل على قوام متجانس بهيدا الشكل بس يختلطوا بشكل كامل هلأ المكون الثالث اللي بدنا نستعمله هو بسكويس شوكولات بنستعمل على قد ما بدنا يعني ما منحتاج كتير لأنه هو طبق رقيقة بقلب الكاسات فمنطحن على قد ما بدنا وإذا ضل شوي منخليه على جنب ما بيأثر بدنا نطحنهم بس بشكل ناعم أما بالماكينة أو بالإيد بس المهم طحن ناعم طحنتهم بهيدا الشكل هيك لازم يكونوا عنا ما لازم يكونوا أخشان من هيك كما اللي نحطوا بشكل سهل بالطبقة الأولى هاستخدم هالكاسات لحط فيهم الحلو طبعا أنتو بتستخدموا الكاسات ياللي متوفرة عندكن بكل كاسة هحط ملعقة صغيرة من البسكوي المطحون من هيك نخبطها بشكل خفيف على الطاولة بس مشان تتوزع بالتساوي فينا كمان نملسها بالإيد أو بملعقة صغيرة حتى نحصل على طبقة متساوية معيكم جزء طالع أكتر من جزء هلأ بدنا نضيف الطبقة الكريمية اللي عملناها من الأشطى والنيوتالا بس أنا حضيفها بكيس الحلويات كلمان ليس هالعلي إني أعمل الطبقة وما كون بالملعقة محطة وأكبس كتير واشتغل وينتذع شكل الكاسة هيك بس نحطها جوا كيس بس علينا أنا نحط بكل كاسة ونضغط علي وهي لحالة بتشكل طبقة هافتح الكيس من فوق بلوم قص ومنعمل بهيدا الشكل كتير طريقة سهلة وبتساهل علينا وبيطلع الشكل أحلى كمان شايفين ما بيكون علينا إلا أنه نحط الكيس بنص الكاسة من تحت ومنضغط وهي لحالة بتطلع لفوق وبتطلع الطبقة الكريمية اللي بدنا إياها ومنواقف بس نوصل للمستوى اللي بدنا نواقف عليه وهيك منكمل على كل الكاسات بنفس الشكل الطريقة كتير سهلة بضقايق بصير راهز عنا والطعم كتير لذيذي زيانتوا لحالكم نتخيل أنه الطعم هي أشطى مع نوتلا يعني بيكسر حلاوة نوتلا وبيطلع معنا شي كريمي بيطلع الطبقة الكريمية عجد طعمه كتير طيب بس تتبرد وهيك منكمل على كل الكاسات بنفس الطريقة ومنملس الوجه شوي من فوق حتى نحط الطبقة الثالثة طبقة الثالثة هي نوتلا دوبتها مثل ما دوبنا نوتلا بتاني طبقة ونحط الكمية حسب الرغبة ودوبة كمان بنفس الطريقة اللي قلنا عنا كيف دوبتها بالطبقة التانية وضغري من ملسة هي ودايبة حتى تاخد معنا شكل ملس على الوجه ويكون شكل حلو فيكن تعملوا طبقة بهيدا الشكل فيكن تعملوا خطوط إذا عابلكم كمية نوتلا أقل فيكن كمان إذا ما عابلكم هدي طبقة نوتلا فيكن زينوها بالبيسكويل مطحون مثل ما عملنا بأول طبقة من تحت يعني أنتو بتقتاروا حسب الرغبة هلأ صارت جاهزة عنا حفوتها على البراد لمدة ساعة حتى تبرد بشكل كامل طبعا فيكن أكتر من ساعة لوقت التقديم بس المهم إنها تكون باردة كل ما كانت باردة أكتر كل ما أطيب ولهون منكون خلصنا وصفتنا لليوم وصفة كتير سهلة بس بثلاث مكونات كتير بنصحكم جربوها وحتعرفوا قداش لذيذة وطيبة وسهلة إن شاء الله يكون أعجبكم الفيديو صحتان وهنا ترجمة نانسي قنقر